نجاوب على أهم السؤال للنهاردة عشان يبقى أفلنا الفقرة دي ليه نضاي؟ يعني الطبيعي نضاي قدم مباراة سيئة في الظاهر الأيصر ليه النهاردة فكر؟ وفيه مصطفى الشاربي على الدكة كمان وفيه مصطفى الشاربي على الدكة نقف ليه نضاي؟ الراجل عايز احنا قلنا مشكلة الزمالي كحمس حمدي كان بيعمل كان بيعمل عمقه هجومي مميز جداً مع سيف الجزير طيب في افتقاده في افتقاد العمق الهجومي ده الراجل عايز عوضه بمين؟ ناصر بس ناصر في النهاية بيكمل وراء سيف وسجل هدف بس أبرز مميزات ناصر التمرير زيزو بيكمل كل شيء بس أفضل مميزات زيزو هتفضل الصناعة والعرضيات عبدالله السعيد أفضل مميزاته الصناعة طيب لما كلنا بنصنع مين اللي حيسجل أو مين اللي حيعمل خطورة ومين حيبقى رانر تاني جنب سيف في الحالة دي هو زود نضاي هو عايز يزود اللي بتطلب الكرة في مساحة مع سيف كمان علشان دفاع الاتحاد اللي لعبه خماسي يبقى بيهدده بواحد واثنين هنا نضاي مثلا في الكرة دي هي الكرة برضو كالتسلل بس فكرة دخول المنطقة فكرة دايما أكتر من كرة بيخش فيها المنطقة يعني بص هنا التمركز بتاع نضاي فين نوقف هنا نضاي فرو التاني جنب سيف سيف هنا بص نضاي هنا لا بيطلب الكرة جنب حمل الرأي زي ما شاله بيعمل لا داخل وراء سيف على طول بيخش وراء سيف الإضافة اللي هو بيدور عليها من سيف نكمل هتظهر بقى في أكتر من لقطة جدا بص نضاي بقى فرو التاني جنب سيف دي طبعا لو كانتش نضاي متسلل كانت حسب الضرب الجزاء حوريك بقى في لقطات تانية النضاي كان عمل متكرر وان جزيجو ميز كان بيطالب نضاي طول اللقاء انه يعمل كده هنا دي الطويلة طبعا نضاي عمل حاجة غريبة جدا نكمل نكمل دي كانت جميلة جدا نتحرك من نضاي كان جميل بس وان ضاي عمل حاجة برضو تتعلق مخدراته هو ساب الكورة يعني ما تفهمش ساب الكورة ليه هنا جزيجو ميز بينادي عليه نضاي وبيسقف له بيسقف له نتحرك هو عايز دي عايز دي من نضاي اللي هي ظهرت بعد كده نكمل ظهرت بعد كده في الكورة اللي عملها ناصر احساسي المدرب انه حد بيترجم انها بقوله بالزبط بالزبط رغم الكواليتي اللي مش عالي اللي هون ضاي في النهاية وصل للكورة وسبها هنا بص التمرير الرواعة من ناصر مهر وحيبقى معنا بقى في الجزء الاخير ربما نتكلم عن ناصر وهنا سيف رايح زيزو رايح بص نضاي لرايح وجنب خط لا رايح يستلم هنا في المساحة وقرره كان معقول يعني عبو عدم التوفير طبعا تباروز ده فين؟ في الجوني التاني الجوني التاني قطع فين سيف وفين ضاي الاتنين هو بيهاجم هنا بيهاجم البساحة بشكل ممتاز جدا بسيف وبنضاي فهنا تضرب بقى تسلل الخصب تضرب كل عية حاجة لان فيه اتنين بيشدهم لعبة الخصب وده الميزة اللي كانت بتبقى موجودة في كهربا في الاهلي على فكرة وانصيدات الاهلي دايما بتلعب لجوه وقبل كده كان بيشارق في الزمالك الانصيد متحرك ففكرة بغض النظر الكوالة المخافض الكوالة المخافض لنضاي كلنا متفقين ان انضاي مش كوالة عالي لكن هو كان عايز الخصائص دي ولقاه في نضاي عشان يعوض الباكيج اللي كان بيديه رحمة حمدي من التكملها من جم مع سيف الجزير اخر لقطة معاناتنا مع اللي هو ايه طب احنا قلنا كان شلبي برا الراجل عنده مشكلة مع شلبي وعندنا كلنا مشكلة مع شلبي في حتة التهديف وهو شلبي معدل اهدافه اولال جدا حتى ما بتجيله فرص للتزديد بيبقى تصرفاته مش افضل شيء يعني هنا حتى زيزه شوت على طول بالصبت حتى دي هي دي دي يديك الإجابة لين ضاي رغم ان هو كواليتي مش عالي تفضيله كان على شلبي كان اعتقد على بالنسبة لجزيج وميز اختيار منطقي ووفق رغم ان ضاي مش كواليتي عالي بس ووفق على اقل في ان صنع هدف حالي